اشتركوا في القناة منذ ظهور النظرية حتى الآن لم يتم العثور فيها على أي متحجرة تؤيد النظرية التطور والمتحجرات هي بقايا الأحياء التي عاشت في الماضي فالهياكل العظمية للأحياء التي عزلت فجأة عن التعرض للجو تبقى محفوظة ومصانة حتى يومنا هذا وهذه البقايا تعطينا معلومات حول تاريخ هذه الأحياء التي عاشت في الدنيا لذا فإن سجل المتحجرات هو الذي يستطيع إعطاء الجواب العلمي حول كيفية ظهور الأحياء حسب نظرية التطور التي قدمها دارون فإن جميع الأحياء تأتي من سلف واحد أما ظهور كل هذه الأنواع المختلفة من الأحياء فيعود إلى التغيرات الطفيفة التي تراكمت ضمن شريط قويل من الزمان فحسب هذه النظرية ظهرت الأحياء ذات الخرية الواحدة في بداية الأمر ثم تحولت إبر مئات الملايين من السنوات إلى أحياء لافقارية مائية ثم إلى أسماك ثم خرجت هذه الأسماك إلى البر وتحولت إلى زواحف ثم تطورت الطيور والثديات من هذه الزواحف ولو كان هذا صحيحاً لكان من الضروري وجود حلقات وسطى أو مراحل انتقالية كثيرة جداً تربط بين هذه الأنواع المختلفة من الأحياء فمثلاً إن كانت الطيور قد تطورت فعلاً عن الزواحف لكان من الضروري وجود البلايين من أحياء هي نص طير ونص زاحف في التاريخ القديم وكان من الضروري أن تملك هذه الأحياء أعضاء غير متكاملة بعد وأعضاء ناقص أطلق داروين على هذه الأحياء اسم أحياء المراحل الانتقالية وكان يدرك أنه لكي يتم إثبات صحة نظريته فيجب العثور على بقايا هذه الأحياء في سجل المتحجرات لذا قال في كتابه أصل الأنواع إن كانت نظريتي صحيحة فلابد من وجود أنواع عديدة جداً من أحياء المراحل الانتقالية التي تربط الأنواع بعضها ببعض عاشت في السابق ولا يوجد الدليل على هذا إلا في بقايا المتحجرات ولكن داروين كان يعلم أن سجل المتحجرات لا يحتوي على أي شكل انتقالي لذا أفرد فصلاً خاصاً لهذه المشكلة في كتابه أصل الأنواع وطرح هذه الأسئلة بقلق إن كانت الأنواع قد تطورت حقيقةً عن أنواع أخرى بشكل بطيء وتدريجي فلماذا لا نجد أشكال المراحل الانتقالية يجب أن يكون هناك أعداد لا تفصى من هذه المراحل الانتقالية ولكن لماذا لا نجدها مدفونة بين الطبقات الأرضية ثم ذكر داروين أنه إن تم تدقيق سجل المتحجرات بشكل جيد فلابد من العثور على هذه المراحل الانتقالية المفترضة ولهذا السبب نجد أن التطوريين الذين جاءوا من بعده نقبوا طوال 140 عاماً بين الطبقات الجيولوجية في مختلف أنحاء الأرض بحثاً عن متحجرات تمثل المراحل الانتقالية ولكن جميع هذه الجهود انتهت إلى خيبة أمل كبيرة وبقيت المراحل الانتقالية التي تخيلها داروين لا يتجاوز الخيال المحط وهذا أدى بالعالم البالانثولوجي البريطاني المعروف دريك إيغر وهو من أنصار التطور إلى هذا الاعتراف إن مشكلتنا هي عندما نقوم بتدقيق سجلات المتحجرات نواجه سواء على مستوى النوى أو الصنف في كل مرة الحقيقة نفسها وهي ظهور المجموعات بشكل فجائي وليس بعملية تطورية ذات مراحل معينة ترجمة نانسي قنقر